حدثنا محمد بن أبي عادي عن الحجاج يعني الصواف بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وكذا في الصبح حسنا محمد بن أبي عادي عن الحجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا دخل الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا بالا فلا يمس ذكره بيمينه قال يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله وإذا شرب فلا يشرب بشماله وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله وإذا أعطى فلا يعطي بشماله